أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة دور الفنون عامة والمسرحة خاصة في تعزيز الجسور الثقافية والإنسانية بين شعوب العالم مشيرا إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالمبدعين في مختلف المجالات الفنية والداعمين لركائز النهضة الشاملة والمستدامة للدولة جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برئاسة علي عبيد لحفيتي مدير عام الأكاديمية بمناسبة فوز الأكاديمية بأربع جوائز عن العمل المسرحي يوميات شيكسبيرية ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح بجمهورية مصر العربية وهنأ سموه الفنانين المسرحيين الفائزين في المهرجان مشيدا بتميزهم وبجهود الأكاديمية